ما يمكنش الاخوان هاد تيشور ديزاين كي يحقق مبيعات كبيرة بزاف مخضوم طريقة ديال كراس نيش ولكن هنا هاد ديزاين ما كيستهدف شغل الإفنت ديال هالوين بغاما كيستهدف إفنت واحد اخر هاد شي هذا كامل غادي نشرح لك إذا انت مبتدئ فخلي معاك واحد لايك وشي كومود خفيف دريف كيما كتلاحظوا من خلال تايتل ديال هاد ديزاين مكتوب اول حاجة واللي هي رانين يعني كيستهدفوا واحد الإفنت اللي اسمية دياله وورد ران داي اللي هو هادا هادا اليوم العالمي ديال الجراء واذا انت فغيموا بغي تحقق المبيعات دياله بسرعة فالضومين ديال برانت عن ضمن لازم علينا اننا نخدمه بطريقة ديال كراس نيش هيدا كنخلط واحد نيش مع واحد نيش مثلا ايفنت ديال هالوين من كراس نيشي واللي هي المعنى دياله مخلط مع السكيلتون كذلك مخلط مع جراء يعني راكي يجري هاد السكيلتون هذا ديزاين فغيموا بروفيسيونيل ناضي ولكن احنا غادي نخدمه غير بالاي اي اي وغادي نوري كل شي ستيب ب لا اي ستيب وحاجة واحده اخرى اللي عجبني في هاد ديزاين واللي هو اللي كيدل ان هذا تيزاين تيشورت كي يحقق المبيعات كبيرة بزاف يعني كل ما كان منخافذكوة اللي اجداد معانا كل ما كان راكم منخافض دياله فكييدل انه كيحقق لبيعات كبيرة بزاف وهنا اللي كتشفتها اخوان فهاد ديزاين هو ان costume قبل كان عليني وصن ثلاثة ديال المليون يعني راكم كبير وما كانش كيحقق لبيعات ولكن دابه في هاد اللحظة هذي الدو kinds instead sun dim, تخافض بشكل كبير من 988 ألف فاصيلة 318 وكي يبيع بـ 14 عضو 90 وها فوقاش تحط الأمور واضحة قدام عينكم فحاجة واحدة آخرى اللي نزيد لكم واللي هي الريفيو يعني ما كيحققش الريفيو جقاع هالديزاين هذا فبقي شديد وهنا تقدر أنك تدخل في المنافسة وتحقق حتى تنسى ما بيعديها لك علاش لا فهالديزاين نادي غادي يشوفوا من الأول تلخر كيفاش نديزاينيه بسهولة جدا وحاجة واحدة اخوان قبل ما نكمل معكم الفيديو هالديزاين اللي كنت شاركتوا معكم في الفيديو السابق اللي خليتوا لكم في القناة اللي هو هذا اوكي هذا كور مجاني للمبتدئين إذا بغين أنهم يستفدوا في هالدومين ديال برانت انضمن سيرجعوا وشوف البرامت دياله والمسائل دياله كاملة كيفاش ديزاينينا هالديزاين تيشيرت اللي كي يحقق مبيعات كبيرة حتى هو مخدم بطريقة ديال كراسنيش وهاتش هذا اللي خدام في هالدومين ديال برانت انضمن يعني الهالوين مكراسنيشي مع سكيلتون وكذلك كيلعب الفوتبول هذا ديزاين واعر وباقي من الحد الآن كي يحقق المبيعات يعني حتى هو كالبسيرنك دياله مرتفع ونخفض بشكل كبير جدا فده برجعوا الموضوع ديالنا هاد ديزاين لازم علينا اننا نخدموا عليه بطريقة احترافية باش ما نطورش الفيديو بزاف انا غدي نحاول انني نجبد واحد برانت لاحترافي وغادي نشاركو معاكم فهو هادا البرانت غادي نعتمدو على الموقع ديال كوبايلت كيما كدلاحظو الاخوان هذا ديزاين بروفيسيونير ناضي يعني بلا ما تتعذب موالو غادي نوريك كيفاش نديزاينيوه من احتزيل فلاحظ معي شي حاجة اللي وعره واحترافية فكل ما اعطيت الاي اي اي يعطينا ديزاينه جداد غاد يعطيك ويبرعك مع راسك لاحظ لاحظ شي حاجة اللي ناضيه كي يبلي هادا جا وعار ولا هادا اوكي نختارو احنا هادا هادا جا ديزاين احترافي البرومت اللي هو هادا كما كدلاحظو الاخوان ها هو برومت احترافي خدوا وستعملوا في جميع المواقع ديال الدكالي الاستناعي اللي قد اعتمدوا عليها ديزاين بلي مزيان ما فيش ليش كال فلازم علينا اننا ننخدم عليه ونبلوضه في جميع المنصات ديال التبعين للطلب فهنا قد نقلق على التليشارجي باش نتليشارجي الديزاين ونمشي نعدل عليه ده بك يبقى علينا ضروري قصنا نعليهم الكواليتي ونقوموا بالإزالة الخلفية فتبع معي من خلال الموقع اللي في غير منادي بزاف واللي هو ريكرافت دوت اي 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 اذا انت تبغي المبيعات في ميرش باي امازون بسرعة معلك غد دخل معنا في مامبرشيب اللي كينا في يوتيوب كنعطي فيها طرق العمل خطوة بخط لا شك انتظر الدخول من القناة ديالة ومعلك غير دكليك على جوان وهنا ستختار هو الرجوع المواجه ليس طرق العمل والليم خطوة بقائية ووازينو الفيديو وهذا سأعرف كل مواجه أفضل غير تفرج في الفيديوه هذا وما سنحاول أن نعمل بريكرافت دوت اي 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 للي غير رائع بهت الموقع نظيف كثيرا الديزاين اللي كوفنا نقوم بترغي به base اتقال عليه بطريقة احترافية تبع معي لكي لا يتستطيع المشكل وبالنسبة الاشخاص اللي عندهم مشكل في هاد ريكرافتوت اي اي يعني لازم عليك انك تخلصوا لهذا انا وريتكم طريقة مجانية كيفاش تستغلوها في هذا الفيديو هذا في القناة ديالي كل شي كاي نخوصي فهنا غادي نابلود الديزاين اللي تلي شارجينا مده كالي استناعي تقدر انك تلي شارجيهم كامل اللي بغي انا غادي نخدم على ستايل واحد ولكن نرجع الموضوع وبلما نطولوا بزاف دائما الخدمة ديالي انا من اللي قندخل الى واحد نيتش قندخل بالستايل عديدة طبعا اللي كاي يكون في واحد تير طالع ماشي وهو واحد تير لناقص فمليك اندخل بالستايل عديدة اكيد شي واحد غادي يتباع ويترانكا فاللي ما تباعوش كان مسحوم وكان خلي ديك الدزاين باش يزيدي ترانكا ويحقق المبيعات ويقدر في اي لحظة يمود ديك الدزاين هاد شي نورمال في هاد دومين ديال برانت انضمن ولهذا لازم علينا اننا نبقوا دائما مستمرين ونبحتوا لاني نشات ليوم اجداد وناضين فدفا كيما كاد لاحظ كاد ابلودي الدزاين دياليك هنا مراه كنكليكيو على ريموف باكراوند وغادي نحاولو اننا نقوم بالازالة الخلفية بطريقة سريعة فكيما كاد لاحظ شي حاجة الاحترافية جدا هاد القضية هنا يا غادي يجي واعر يعني على حسب القرور ديال تي شيرت ومراها باش نحاولو اننا نرجع الدزاين الى فيكتور غادي نكليكيو هنا يا فيكتورايز وعاد غادي نتري شارجيو الدزاين ديالنا على شكل از في جي خدون ادوبي استراتور كالباديل ديال فوتوشوب اللي هو فوتوبية تقدر انك تخدم مكينش اشكال يعني غادي نتري شارجيو الدزاين على شكل PNG فدبنا غادي نتري شارجيو على شكل SVG كل مرة شنو كنخدم معاكم غادي نخدم هنا يعلى 4500 مراها SVG وغادي نتري شارجيو معنا الدزاين بكل سهولة وارياحية فدبنا نسهينا من هذه الخطوه هادي وغادي نحاولو اننا نخدمه في ادوبي استراتور اللي غادي يجيكم الدزاين على هات الشكل هادا بالصورة ديالك ورجاع وهنا غادي تعدل لها الدزاين لانه فغادي نحاولو اننا نسيليكسيونه والدزاين ديالنا كامل اوكي غادي تاخدو بحالة الشكل هادا سيليكسيونه مراها بدغوة بصورة ديالك اصوصي وهانت غادي مشي تفتح المقاصة الصحيحة ديال بي او دي فانا كان اقاود معكم هاتشي هذا باش داعرف لانا اذا ما خدمناش في المقاصة الصحيحة اللي كي طلبوا منا فما غادي يكون ديك شيئا ناضي بزيال غادي نحاولو انا نخدمو على اربعالف وخمسمائة خمسالف واربعمية بيكسل وغادي نفتحوها حلبة جديدة وهات الدزاين اللي غادي ناخدوه هنا يا ولكن اللي لاحظت ان هذا الدزاين لازم يخدم على الباكجراند اللي تكون يعني تيشيرت يكون بلاك فغادي نخدمو على تيشيرت يكون بلاك من هنا يا اختاروا البلاك طريقة سريعة نختارو هات المربعة دا ونخدمو على البلاك ديالنا بحالة طريقة مراها بدغوة السوري ديالنا غا دينها بتو هذا الباكجراند وغادي نبلوكيها بكنترول جوج وغادي تسبلوكها معك بكل سهولة فدبها الدزاين اوكي رجع كنترول جوج غادي نحاول انني نزيد نكبر هذا الباكجراند هيدا على هذا ورها كنترول جوج وهالدزاين غادي تكبره بهالطريقة وهانت ركملتي كل شيء يعني دزاين احترافي بسهولة ديزاينينا المهم انا راوريتكم العديد ديالفيديوهات غير باش ما بقاش نطاول بزاف هوا ديزاين جواعر يعني انت غادي تحاول تخدم بحال هات ستايل هذا وشي حاجة اللي مختلفة نهائيا فلاحظوا معي كيفاش عامل مراها كنترول جوج باش نمسحوا الباكجراند كنترول شيفت دي وغادي يمشيون تليشارجي والديزاين ديالنا بشكل احترافي على شكل بي ان جي اوكي فكملنا بالديزاين ده با كي يبقى خصنا حاجة واحدة واللي هي بسيطة واللي ديجا شاركتها معكم واللي ده با حاليا كان اعتمد عليها واللي يزادوا لنا واحد الميزة جديدة ديال الاي اي تولز الاي ليستين اللي هي هادي غادي يفسحها هنا يا ما غاديش نحاول انني نخدم الليستين غير بالكي وورد نخدم زي عمان انسبيرا من هات الشخص هدا ولا هدي فغادي نخدمه بالاي اي ليستين ديال ديزاين وهدي اللي هرباها صراحة واعرة بزاف غادي يمشي نحاول انني ناخد الديزاين من هنا يا اوكي كان اخد ديزاين ومراها غادي يمشي هنا يا ونأبلودي ها الديزاين اللي اخذيته باش يفهمهم زيان وغادي نكليك على جنريت مين با دقيقة خوتي غادي اعطيكم الليستين ناضية يعني التايتل والبراند وتوباري والديسكيبسيون كاملة احترافية بالاس ايو ديالة بالمسائل ديالة كاملة فطبيعة الحال غادي يكون فهمنا مزيان هانتو ما كما كدلاحظوا الهالوين رانين سكيلتون هانتو ما الفيتنس زاد هاد الكيورد ديال فيتنس ارا فغيم ورا ما يمكنش سبوكي هنا يا ديال البراند ارا كل شي ناضي هانتو ما الاخوان الباليت بواند ديالكم انفترضوا ان ما عجبتكش مثلا الباليت بواند ولا ما عجبناش التايتل غادي نكليك هنا وغادي نتظروا انه يعطينا تايتل واحد ا اخر هاد شي هادا كيبقى على حساب الاختيار ديالكم هانتو ما كيما كدلاحظو حتى هادا نفس الشي اي حاجة مع عجباتكش كدقدر تغيرها اوكي وشي كلمة اللي كتشوفو هم ممنوعين في الكنتنس بوليسي حاول انك تزولها مثلا بحاد تي شيرت شيرت هادو ما غاديش نكتبوهم احنا يا اه غادي دعووو ده مثلا دبنت هادا تي شيرت بحال هيدا غادي تاخدها اوكي وغادي مشي ونكتبوها هنا يا وهنا غادي نكتبو مثلا ديزاين اوكي و غادي نغم بلاسيو هاد تي شيرت ولا شيرت بديزاين زيت كتب شيرت ها هاد تغم بلاساتنا يا ديزاين اداش تي شيرت مثلا خودة وغايرة بجرافيك مثلا ولا شي العباء بحاليها وغادي نغايروها حتى هي اذا القيناها ولا شي حاجة فهذا بملك نكملو من هاد الليسين ديالنا اذا بغينا نخدمو عليهم دابة ما كيش اشكال كتاخد مسائل ديالك اذا بغي انك تسايفي هاد الليسين حتى هي ناضية ولكن احنا ما غاديش ننتهيوم هنا يا غادي نهبط وغادي ن علينا انكليكي على اه الموقع رسمي ديالو Resistance سايفيم باش نتشكيم morte كيما كتله انا مكتوبة وغادي نكليكي على اليو اسبتاريخ المراها مراهاปане اللي مسجلة وهنا OklahClassMond ديالنا اللي هو اللي هي inner ٢١٥ غادي نكليك عليها ومراها اه كلكيكييو على wear check trademark وهنا غادي تطلع عليك الكاليميات يعني الكاليميات اللي فيها مشكل لي ؟ا التريدمارك assistive screen وهنا يا انت حدي تخدم عقلك اي كلمة اللي هي متدولة كينا في اللغة الانجليش عادي انك تخدمها في وسط جملة وشي حاجة اللي هي ممنوعة في الكنتسنس بوليسي خصي تكون قاري الكنتسنس بوليسي باش عندك دغلط في شي حاجة مخصيكش تكتبها اوكي مزيان فدبام اللي كتاخد مثلا هاتش هذا كامل اذا بغي تزيد تتأكد كان اعتمد انا على الديمانس بليت سيرش علاش لانه غادي اه يعطينا كلمة بكلمة شنو فيها المشكل يعني كنزيد نتأكد وصف مثلا غادي ناخد انا هاته الب تخدم عليها بحال هيدا وغادي ناخده وغادي نمشي سبليت سيرش ضرورة يحط المسائل ديالك هنا ايه وهنا انا دائما كنشوف وكنقرها مزيان وكنشيك يعني هادي نحاول غير بالزربة باش نعرف نعرف وشنو كي مراه كنكليك على سيرش وهنا ايه كنكليكي ضرورة على لايف تاكست لاحظ معي صديقي رب الزف كي يجيوني كي بخير ونسأرضوا لي بحالة صورة بحال هيدا فهذه بغاية مورانة بحال لي ما فهموا له بحال لي ما شوتيش الفيديوهات ديالي اللي شرحت لك فلازم عليك صديقي تكليكي على لايف تاكست وهنايا غادي يعطيك بالضبط الحاجة اللي فيها اه تريد مارك واي حاجة كي ما قلت لك اللي هي متداولة عادي انك تستعملها وكاينة اه في اللغة ان انجليش ما كينش ايش كال ودابا كنظر شرحت لكم مسائل ديالكم كاملة ديما زيت تشيكي باش ما دوقعش في شي خطأ او لشي حاجة فهالدزاين صراحة واعر وكا يحقق مبيعات اه فلازم علينا اننا نخدمه طريقات كية لان الاي اي هو اللي غادي ساعدنا اوكي دابا حاليا كنا نعتمده لالاي اي بشكل كبير بزاف ديال درايك يقول لك الاي اي فين غادي ساعدني باش رباح الفلوس ها ورا كيساعدك في الدزاين وكيساعدك حتى في الليسين ارى الاي اي هو اللي كنا نعتمده عليه هو اللي كيعطينا واحد الفرصة اننا ندخله الدخل بسرعة لانا الدزاينات بسهولة ارى شحال هذي ما كناش نقدروا اننا ندزاينيو بهالطريقة هذي فكل شي سهل دابا اصبح ودابا ممكن انكم تاخدوا هالكي باش يطلع لكم مسائل لانا دية كنحاول انا انا نوضح لكم هاته هاته هتكتبه هنا اي اوكي وهنا تقدر تكليك الى last 30 days اللي تحطوا هذي 30 يوم مارش باي امازون ساعده هذي تشوف لي كايين واحسن حاجة هو ان امليك تشوف الامازون كيورد هنا اي كيطلع لك الاشخاص شنو كيبيحتو يعني هذي احسن حاجة تزيد هاد الكلمات هادو في الليسين ديالك اوكي باش كتخدم وانت عارف شنو كتخدم اوكي مزيان هانتو ماشنو كايين هنا ا وبالنسبة الاشخاص اللي بغية تشارك في تول مارش دمونايتر معليكم ستدخلوا من رابط ديالي اللي في اول تعليق وحطوا هذا الكوبون ديال سولايف 50 سنقصو لكم في الثامن وراء توصلوا معي باش نعطيكم بعض الهدايا اللي ستساعدكم في هذا المجال اللي يلطب عند الطلب ودابة تهالله واتلقوا بش فيديو جديد اذا انتبغي المبيعات في مارش باي امازون بسرعة معليك ستدخل معنا في مامبرشيب اللي كينا في يوتيوب كنعطي فيها طرق العمل خطوة بخطوة ب اذا كنت تستنو دخلوا من القناة ديالي ومعنك غير دكليكي على غجوان وهنا غدي تختار الجروب اللي باغي واش الفي اي بي ولا القول وذا باغي تعرف كل جروب شنوفه معنك غير تفرج في الفيديوهاته